إنهم شعب غير عادي بثقافتهم ومعتقداتهم وأفعالهم إنهم شعب المايا على الرغم من غزو وتدمير حضارة المايا إلا أن لغة وثقافة المايا لا تزال موجودة في المناطق الريفية في المكسيك وبواتمالا تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من سبعة ملايين منجم يعيش في شبه جزيرة يوكاتان ويتم إعطاء الأطفال حديث الولادة أسماء حسب الشهر الذي ولدوا فيه تماما مثل الأستك كان لدى المايا أيضا لعبة تم لعبها بالكرة وانتهت بالتضحية لا تنخدع بما نسميه لعبة الكرة في هذه اللعبة عادة ما يتم قطع الكرة تم إعداد السجناء والعبيد وغيرهم من الأشخاص لمراسم التضحية من خلال طلائهم باللون الأزرق وتعذيبهم ثم أخذوا إلى قمة الهرم وانتزعت قلوبهم في بعض الأحيان كان مساعد الكهنة يسلخون الضحية وكان أسيادهم يرتدون هذا الجلد ويرقصون كانت الجبهة المسطحة والعيون الحولية والأنوف الكبيرة المقوسة تعتبر من علامات النبلاء عند شعب المايا ولهذا السبب تم الضغط على الأطفال على جباههم عندما كانوا أطفالاً ووضعت أشياء مختلفة بالقرب من أعينهم لجعلهم حولوا لم يستخدم المايا الحديدة والسلبة قط بل صنعوا أسلحتهم من العظام والحجارة وكانت الحضارة ذات نظام الكتابة الأكثر تقدماً بين الحضارات القديمة وكانوا يكتبون على كل ما وجدوه بما في ذلك المباني ومع ذلك فقدت العديد من هذه النقوش أثناء الاحتلال الإسباني وكذلك المايا والسومريون وعلى الرغم من أنهم عاشوا في مناطق جغرافية مختلفة إلا أنهم أول المجتمعات التي استخدمت الصفر لا أحد لديه أي معلومات حول كيفية تدمير الخميرة قبل وقت طويل من وصول الإسباني تم تدمير وهجر العديد من مدن المايا الكبرى ومن بين النظريات المطروحة فإن النظرية الأكثر منطقية هي أنها اختفت بسبب الجفاف والمجاعة وتغير المناخ اشترك لاكتشاف لغز جديد كل يوم شكرا